طبعا السؤال اللي هو يعني الشطر الآخر من نفس السؤال دايما بيوجهون لنا سؤال لماذا تعبدون شخصا ملعونا على الصليب يعني الصليب وكعار هو رمز للعنة وهو لعنة كما يقول عنه الكتاب فاحنا ليه بنعبد شخص ملعون على الصليب ثقيل علي أن أسمع هذا التعبير وأعتقد أن هذا الشخص إن لم يتب سيدفع ثمنا ضاهظا عن التعبير أن يقول عن المسيح ابن الله الكريم المعبود يقول عنه ملعون لكن ليها أساس آه ليها أساس المسيح افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا يعني اللعنة دي مش فيه هو ملوش دعو باللعنة خالص لأنه كمل للنموس ده كان شعاره طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني فهو ملوش لعنة في ذاته إطلاقا لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشب بس اللعنة دي أساسا بتاعتي أنا عشان كده يقول افتدانا من لعنة النموس إذ صار لعنة لأجلنا لأنه مكتوب فالمسيح ارتضى أن يصير لعنة على شخاط ريف ديني أنا من لعنة النموس فكيف لأفتخر بذلك؟ يعني واحد يحبني إلى الدرجة اللي فيها ارتضى أن يصير لعنة علشان أنا أرث البركة طب ده يتحب قد إيه؟ ده طول الأبدي إن كل الأبدي لا يكفي صبح المفتدي إذا ممكن أخيوش رتوضح لنا فكرة لعنة النموس لأنه ممكن في ناس تسمعها لأول مرة حتى نوضح الفكرة يعني لما نقرأ قال النموس عايزك تحط ست أصباط على الجبل ده جبل جرزيم وست أصباط على جبل عبال ست أصباط حتنطق بالبركة وست أصباط حتنطق باللعنة من حافظ النموس له بركات من كسر النموس له لعنات وعلى الشعب أن يتكلم ست أصباط على جبل جرزيم بالبركة وست أصباط على جبل عبال باللعنة الشيء العجيب والذي له معنى عند الفاهمين هو أنك تبحث عبثا عن كلام الست أصباط اللي فوق جبل جرزيم البركات لا تجدها إيه سقط سهوا؟ لا سقط عمدا ليه سهوا؟ الله ما عندوش سهوا وليه سقط عمدا لأن ما فيش النموس ما يورسش بركة والكلام ده واضح في غلط يا أصح ثلاثة كل الذين من أعمال النموس هم تحت لعنة معشا كده تلاقي لعنات جبل عبال ولا تجد بركات جبل رزيم فالنموس لا يمكن أنه يورثك بركة لكن يورثك لعنة طب وبعدين ولا قبلين المسيح جاء وافتدى الذين تحت لعنة النموس افتداهم من لعنة النموس الصارة لعنة لأجلهم لأنه مكتوب ملعون كل من علقها على خشوة فكانت ميتة الصلب دي في خطة الله يعني مش طقت في دماغ بلاطس ولا قيافة لا ده الصليب جيت عنه نبوات مزمور 22 الآية 16 ثقبوا يدي ورجلي وهكذا فالصليب معروف سابقا قبل تأسيس العالم طبعا الرسول يعقوب بيتكلم من حفظه النموس كله وعثره في واحده فقد صار مجرما في الكل النموس بيظهر خطية الإنسان بيفضحها مثل المرأة بس لا يستطيع أن يخلصها وفي نفس الوقت النموس بوجهنا ليسوع المسيح الكامل اللي أكمل وتمم النموس الكامل البعض هتظهر أن النموس مصدرة إذا كان الخط أعوج المصدرة هتظهر وجاجه مش هتعدله فالنموس مش بيعدل حد لكن بيظهر اللي فيه ظهرت أني أعوج طب اللي يعدل مين مش النموس النموس مش هيعدل لكن المسيح